السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في قناة وصفات نعمة النهاردة إن شاء الله هعمل لكم الآيس كريم بطريقة جديدة وبسيطة جدا وسهلة وطعم حلو قوي لا يقوم أحلى مليون مرة من أي آيس كريم هتعملوه وأحلى وأشيك بكتير من الآيس كريم اللي بنشتريه مجد أسهل وكمان أرخص هتعملوه في البيت آيس كريم لولادكم هتلبوه منكم على طول مش هتبطلت عمليه خالص بمقادير بسيطة جدا وكمان الطريقة هتبقى سهلة قوي شكله حلو قوي لو هتقدميه لأي حد كمان هيبقى جميل جدا وهيشرفك قوي مقادير الوصف بتاعت النهاردة أو الآيس كريم السهل البسيط ده عندي أول حاجة أقل من نصف كيلو شكولاتة خام يعني ممكن تبقى 400 جرام أو 350 جرام شكولاتة خام نوع كويس وتاني حاجة هتجب بقى الكوبايات دي البلاستيك بتبقى عند محلات اللي هي فيها أكاس بلاستيك ودي رخصة جدا الكوبايات دي جبتها واصلتها كويس قوي وبعد كده جففتها كويس جدا ولازم تبقى نشفة تماما زي ما انتم شايفين أنا كده مجففها وكمان بقى نشفها بمنديل ورق بعد كده أنا أخدت الشوكولاتة دي حطيتها على بخار مية علشان تسيح معي وده شكلها بعد مساحت وده بتخالص من غير بقى إضافة أي حاجة يعني ما تحطيش زيت ما تحطيش أي حاجة عليها خالص ولا لبن ولا زبدة ولا أي حاجة هي شوكولاتة خام زي ما هي بعد ما تسيح والدوب زي ما انتم شفتو أنا أخدها دلوقتي حطها في الكوبايات زي ما انتم شايفين كده وخدي بالك بقى من الخطوات بتاعت النهاردة علشان الآيس كريم يطلع شكل حلو قوي وما بقاش فيه ولا غلطة أخدت دلوقتي الشوكولاتة حطيتها وبعد كده هنزلها من الكوباية تاني وطبعا لازم نشوف الشوكولاتة دي قبل ما ناخدها نحطها في الكوباية شفنا درجة حارتها تكون عادية جدا مش سخنة يعني أول ما تبقى دافية هنبدأ نحطها في الكوبايات البلاستيك لأن ما يفعش تحطي حاجة سخنة في كوبايات بلاستيك أو أي حاجة بلاستيك هاخدها بعد ما حطيت الطبقة الأولانية هقلب بقى الكوباية كده علشان تنزل أكتر كمية من الشوكولاتة وهعمل كل الكوبايات بنفس الطريقة بصوا متغلفة كويس دي تعتبر الطبقة الأولى بس برضو متغلفة حيوة علبتهم كده كلهم وسبتهم شوية زي ما انت شايفة كده متغلفة كويس قوي بعد كده هحطهم في التلاجة بس لما أقلبهم يعني تعديليهم متحطهمش مقلوبين أعدليهم كلهم وبعد كده حطيهم على صنية حطيهم في التلاجة لو حطيتهم مقلوبين زي ما كانوا مقلوبين كده طبقة الشوكولاتة اللي هي عند الحافة فوق كده هتمسك في الصنية اللي انت حط عليها الكوباية وهتيجي تطلعيها طبقة صعبة أولي لأن الكوبايات البلاستيك دي رائعة جدا دي ملحوظة مهمة تاني حاجة دلوقتي انا بحط طبقة تانية بعد ما الشوكولاتة بقى جمدت اللي هي الطبقة الأولانية هنحط طبقة تانية من الشوكولاتة وهنزلها زي المرة الأولانية بس بقى ممكن مملاش الكوباية كلها شوكولاتة وهنزلها لأن في الحالة دي الكوباية طبعا الشوكولاتة اللي فيها سقعة أو الطبقة الأولانية دي بردة فهتمسك كمية الشوكولاتة كتير فعشان كده أنا بدهن بس كده بالمعلقة باخد طبقة بسيطة جدا الطبقة التانية دي باخدها تبقى رقيقة انا مش عاوزة كمية الشوكولاتة في الايس كريم تبقى كبيرة جدا لأ عاوزها طبقة بردو رقيقة كده علشان يبقى حلو وطعم حلو ما بقاش في كمية الشوكولاتة كده كتير بعد ما غلفت كل الكبات بنفس الطريقة معلقة كده بفورشة بأي حاجة هاخدها دلوقتي وحطها في الفريزر لحد بقى ما الطبقة التانية تمسك كويس قوي علشان نبدأ على طول بقى في تحضير الايس كريم المقدير اللي عندي لتر من الحليب اي نوع زي ما انت عايزة عندي كوباية سكر تلات معالق كبار من النشا معلقتين كبار من الحليب البودرة بس هاي دي بقى المكونات زي ما انت شايفها هنزل بالسكر حبيبات عادي خالص على الحليب والحليب ده ممكن يكون اي نوع كامل للدسم او برأ يعني عادي جدا مش كامل للدسم هنزل دلوقتي بقى بعد السكر هحط دلوقتي النشا معلقتين كبار حليب بودرة هقلب الحاجات دي كلها بمضرب زي المهلبية العادية خالص كده هدوب السكر يعني بعد كده هحط الخليط اللي قلبت ده كله كده في حلة علشان احطها على النار واعرف اقلب فيها يعني حاجة واسعة شوية عشان اعرف اعمل الايس كريم بسهولة بعد كده هرفعها على النار وهبدأ اقلب ما سيبهاش خالص لو بتاخدش وقت خالص بس ما ينفعش تسيبيها وتمشي يعني لازم تستمر كده في التقليب علشان هي بتبقى عاملة زي المهلبية لو سيبتيها ممكن تحرق من تحت او تكتل او تعمل اي حاجة فما يفعش خالص ان انا سيبها هفضل اقلب طول الوقت بدأ قوامها يتماسك ويتقل شوية بتاخد يعني على نار ووسط بتاخد حوالي من 8-9 دقايق كده بكتير بعد كده بقت جهزة عندي هوريكو دلوقتي قوامها عامل ازاي بصو ده قوامها خفيف مش مهلبية تقيلة وهو ده القوام اللي انا عايزاها بس كده دي اهم حاجة في الايس كريم الخطوة اللي بعد كده هجيبه ولو هحط فيها كوبايتين من الكريم شنطي الخام اللي مش محلة خالص ولازم يكون الكريم شنطي بتاعنا خام خالص بعد كده هنزل على الكوبايتين كريمة كوباية من الحليب المتالج بارد جدا ولو في قطع تلج يبقى احسن طبعا وممكن تضربونه بمية بس عشان الطعم يبقى احلى قوي فاحنا بنضربه نحط عليه الحليب اي نوع برضه بعد كده هضرب بقى الحاجات دي كويس جدا بالمضرب الكهرباء مش اقل من 6 دقايق مستمرين لحد ما ده يبقى قوامه وتماسك خالص وطبعا ارتفع وتخبطي المضرب كده ينزل منه بصعوبة كده خلاص تمام بقي جهز ده شكله بعد كده هعمل ايه هنزل بالمهلبية اللي عندي دي بعد ما بردت خالص ما ينفعش ابدا ابدا تنزلي بالمهلبية اللي انت عملاها دي او الخاليط اللي انت عمتها على النار ما ينفعش ابدا تنزلي بسخن على الكريمة كده الوصفة اللي عندي تبقى بوازد تماما لازم تبرد خالص وكمان لو عايز تحطها في التلاجة شوية بعد ما تبرد تماما دخلات تلاجة ساعة او نوص ساعة وبعد كده اشتغل فيها يعني انا بعد ما جهزتها غطتها وسبتها لما تبرد حطت دلوقتي الكيس فانيليا صغير او فانيليا سيلم علاقة صغيرة بتبقى برضو طعمة حلو جدا لان انا عامل النهاردة ايس كريم فانيليا فهيبقى طعمة حلو او بعد كده هضرب الكريم شنطي مع المهلبية دول كويس قوي قوي لحد بقى ما كله يتدخل في بعضه ويبقى قوامه ناعم وكريمي جدا هفضل اضرب فيهم لحد ما يبقى كده هياخد مني حوالي برضو خمس دقايق او ست دقايق ممكن اكتر ممكن اقل لما لقي قوامه خفيف وبقى ناعم جدا يبقى كده خلاص جهز كده خلاص الايس كريم بتاعي بقى جاهز ممكن بقى في الحالة دي تعمله بقى اي طعم انا عاملها النهاردة فانيليا كله وطبعا حطى طبقة شوكورتة اللي انت شفتوها فهتشوفوا معايا دلوقتي انا هعمل ايه لكن انتوا ممكن تضيفوا بقى فواكه هبقى عاملها لكم فيديو تاني بس بجد هو ده الاساس في الايس كريم واسهل ايس كريم هتعمله اقتصادي جدا يعني سهل جدا ومش مكلف دلوقتي بعد ما دخلت الكوبايات بتاعتي خلت وقت كده في الفريزر شوية عشان تمسك جدا الطبقتين اللي انا حطتهم هنزل دلوقتي بقى بالايس كريم اللي انا ضربته ده وهحطه بالمعلقة في الكوبايات على فكرة لو انتوا عايزين كمان تعملوا اقل من كده يعني نص الكمادي ماشي تقسموا بقى المقادر كلها عايزة كمان الكوباية ما تمليهاش كلها هتحط طبقة شوكورتة تبقى نص الكوباية بس رحتك جدا دلوقتي بعد ما مليهت الكوبايات كلها تبقى عندي نص الكمية دي هحطها دلوقتي هقولك دلوقتي هنعمل فيها ايه دلوقتي جبت بقى عصاية الايس كريم عصيان الايس كريم دي وهحطها دلوقتي في الكوبايات في النص مش هنزلها لحد تحت خالص كده هسيب حاجة بسيطة جدا ندخلهم كلهم في النص مش محتاجة اي حاجة علشان امسك العصاية هو قامه حلو جدا ده معناه ان الايس كريم بتاعه هتطلع حلو وكريمي وناعم واحلى بكتير من برا الخطوة المهمة جدا اللي بقولكو عليها دي بقى ان تتحطي دلوقتي ايه شوكولاتة كده من فوق ودي الطبقة اللي هتبقى تحت من تحت فانت بقى عايزها رقيقة قوي براحتك عايزها سميكة براحتك بتحطي طبقة كده خفيفة خالص من الشوكولاتة وهي طبعا هتمسك بقى في الحواف بتاعة الكوباية اللي هي طبعا فيها شوكولاتة فهتبقى شكلة حلو جدا زي ما شفتوا في اول الفيديو هعمل بقى كل الكوبايات بنفس الكلام وهشيل بقى دلوقتي اللي على الاحرف بتاعة الكوباية عشان بس يسهل علي لما يجي اخرج الايس كريم من الكوباية يبقى سهل علي ان انا خرجها ميمسكش في الحواف بسبب الشوكولاتة اللي مسكها في الحواف خلصت بقى كل الكوبايات اللي عندي خلاص كده هسيبها بقى ليلة في الفريزر من تستعجلوش ابدا عليه سيبتها ليلة من بالليل للصبح في الفريزر وتاني يوم بقى هقولكو دلوقتي عشان تخرجوا من الكوباية المفروض ان انت بتسيليه بره التلاجة خمس دقايق بره الفريزر خمس دقايق او بحرارة ايدك زي ما شفتي كده يعني تمسك الكوباية بحرارة ايدك طبعا الجو حار جدا وهو هيطلع بمنتهى السهولة او لو مرضيش يطلع معاك الجو عندك برد شوية في المطبخ خلاص يبقى احنا هنقص بالمقص او بكتر الكوبايات دي رقيقة جدا بلاستيك بتاعها رقيق جدا فهتتقص معاك بسهولة وهتطلع من الكوباية بمنتهى السرعة زي ما انت شايفة كده انا قصيتها بالمقص رفيع صغير عشان ما بواصل ايس كريم بتاعي وهضغط عليها من تحت كده وطبعا حرارة ايدك هتطلعها بمنتهى السهولة زي ما انت شايفة كده شكله بيتلع بسرعة قوي شكله حلو جدا وطريقة جديدة بسراحة انا مشوفتهاش خالص وطعمه حلو قوي لما تجربيه هيعجبك بجد مش عايزة بقى تعمل الكيمية دي كلها براحتك خالص اقسم المقادير وهيطلع لك كمية عندها نص المقدار بالزبط شكله حلو جدا طعمه كمان حلو قوي بصوا بقى شكله الطبقة اللي احنا حطيناها من فوق البسيطة بتاعة الشوكولاتة دي مسكت في الشوكولاتة اللي كانت في الحواف وشكله بجد شيك وجميل جدا طعمه بقى مش قادر اوصف لكم يعني ان شاء الله لما تجربيه بجد هتعمليه على طول ومش هتشتري ابدا ايس كريم من برة بس عايزة اقول لكم ان الحجم ده كان كبير جدا يعني انت عايزة تقليلي اللي بحب الايس كريم قوي ماشي يعمليه الحجم ده طبعا هو كبير قوي على اولاد صغيرين يعني لو هتعملي الاولاد لأ متعمليهمش الحجم ده خالص اعملي بس نص الكبية طيب هنعمل ايه بقى في نص المقدار التاني من الكريمة اللي انا كنت شايلها او الايس كريم التاني هحطوا دلوقتي على بولتين اسمتوا على البولتين دول اخدت البولتين حطيت على واحدة منهم بس معلقة كبيرة من النوتيلا او ثلاث معالق من النوتيلا لحد ما لونهم ما اللون بتاع الايس كريم بتاعي يبقى اللون ده انا عايزة لون شوكولاتة كده فحطيت معلقتين كبار من النوتيلا اللي انا كنت عاملها معاكم قبل كده على القناة اللي هي النوتيلا المنكونين لو مش متوفر عندك نوتيلا ممكن تحطي كاكايا وخايا معلقة ومعلقة عسل ابيض بس بعد كده جبت البولتين دول طبعا كنت مجمداهم قبل كده كويس جدا في الفريزر طلعتهم سبتهم بره بس خمس دقائق وبعد كده جبت معلقة الايس كريم عايزة اقول لكم كمان مش احد يقدر يستعمل معلقة الايس كريم عشان تطلب معاه اللي هي نص دايرة ده عايزة اقول لكم ان انت المفروض انا اول ما جبتها طبعا كنتش بعرف استعمالها خالص والايس كريم درجة حرارته وقوامه بيختلف طبعا من شكل الكورة للتانية يعني كورة دايرة مدورة جدا كاملة ولا نص دايرة فطبعا بيختلف فانعايزة اقول لكم لو عايزة الشكل اللي هو نص دايرة ده انت بتدخلي كمية زي ما انت شايفة كده بدخل كمية من الايس كريم في المعلقة المهمة اوي ان انت تضغطي على الايس كريم جوه المعلقة فياخد شكل النص دايرة بتاعت المعلقة بس وبعد كده بتضغط عليها من تحت فبتديكي الشكل اللي انت شايفين اللي هو النص دايرة دا الكورة يعني بس بيبقى شكله حلو اوي بسراحة في التقديم بيبقى شكله حلو جدا ممكن تحطيه في كبايات عادي خالص حطت عليه سوس من فوق مفيش مشكلة لو مش بتعرفي او مش عندك المعلقة دي تقدم باي طريقة زي ما انت عايزة كبايات برضو زي اللي فاتت وعلى فكرة كمان كبايات الايس كريم اللي انا عملتها معاكو دي ممكن جدا ما تحطيش طبقة الشوكولاتة من جوه الكبايات عادي خالص ولما اطلعيت نازليه في شوكولاتة دايبة برضو او بتدوبة على البخور بعد ما خلصت بقى كل كمية اللي عندي وحطتها في الكبايات هنزل عليهم بسوس كراميل كنت عاملة برضو معاكم قبل كده في فيديو بتاع الشوكولاتة بتاعت العيد فسهل جدا ان تتعمليه في البيت وبسرعة كمان يعني بتتعمل بسرعة جدا بيدي طعم حلو قوي قوي للايس كريم ده من جد بيفرق جدا في طعمه ممكن تحطي فواكه بقى من فوق تحطي آآ شوكولاتة مبشورة اي حادي بصوا بقى قوامه حلو قوي الجوه عندي في المطبخ صعب جدا وحر قوي الا انه هو متماسك جدا وفي دلوقت طويل قوي مسحش وكان متماسك احسن بكتير جدا في الطعم وفي القوام من اللي بتشتريب من برا يا رب الايس كريم نارده كوني عجبكم وانتظروني فيديو جديد وما تنسيش اللايك ومع السلامة